هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان سؤال الأول تعود البعض من الناس عندنا إذا مات لديهم ميت تعودوا على الاجتماع بعد الدفن لاستقبال المعزين وتقديم الطعام والمشروبات والمأكولات لهم مستندين بذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما وقد أتاهم ما يشغلهم هل يجوز الاجتماع بعد الدفن وتبادل المشروبات والمأكولات وهل كان هذا الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنما أحدثه الناس من الاجتماع إلى أهل الميت عدة ليالي والاكثار من صنعة الطعام لإطعام هؤلاء المجتمعين إن هذا لا أصد له في الدين ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح وفيه إحراج لأهل الميت وفيه تعطيل للأعمال وفيه إسراف في الأطعمة قال بعض الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة النياحة منهي عنها فالتعزية تحصل بدون هذه الصفة أن تعزي الميت إذا لقيته في المقبرة في المسجد في المتجر في أي مكان تعزيه مشافهة أو بسلفون أو بجوال أو تكتب له رسالة أو غير ذلك ولا حاجة إلى هذه التكلفات وأما قول السائل إنهم يستندون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعوا لألي جعفل طعاما إنهم جاءهم ما يشغلهم فهذا حجة عليهم لا لا لأن الرسول أمر بصنعة طعام لأهل الميت فقط قدر حاجته لأنهم مشغولون عن صنعة الطعام لأنفسهم لا يصنع الطعام للمجتمعين والآتين إليهم لما يصنع الطعام لهم خاصة لبيت الميت أهل بيت فقط هذا هو السنة بدون تكلف وبدون استماع وبدون تعطيل أعمال نعم